سيدة تقية صالحة أثناء ركوبها سيارتها التي يقودها ابنها لتذهب وتدفع رسوم الحج الذي سيحل بعد شهور لمحت في الطريق سيدة تقف في تعب شديد وتحمل طفلها الذي يبلغ من العمر ستة أعوام وتنتظر حافلة فطلبت السيدة من ابنها أن يتوقف عندها ويوصلها إلى المكان الذي تريده صعدت الأم وابنها السيارة وشكرت السيدة لمرؤتها وأخبرتها في حزن أنها تريد الذهاب لمعهد القلب ثم شاهدت الطفل يداعب أمه ويحاول أن يخرجها من حزنها بكل طريقة وظل هكذا حتى شاهد ابتسامة أمه التي خرجت بحزن كبير وعندها سأل الطفل أمه أمي متى سيأخذني الله عنده؟ لقد تعبت كثيرا من الحقن والأدوية عندما سمعت السيدة سؤال الطفل لأمه شعرت بصدمة وحزن شديدين وكأن جسمها أصيب بالشلل وشعرت بأسا أشد عندما سمعت أمه تقول له والدموع تملأ عينيها لا يا حبيبي ستظل معنا ومع أختك الصغيرة التي تحبك وتنتظر عودتك طلبت السيدة من ابنها أن يقف بالسيارة ثم نزلت وجلست بالخلف بجانب الطفل وقالت له وهي تبتسم له وتجلسه على قدميها أنت طفل رائع وضحكتك جميلة فقال لها الطفل والدموع في عينيه لقد كنت أجمل بكثير ولكن كثرة الأدوية والإبر غيرت شكلي قبلت السيدة يد الطفل وأخذت تداعبه حتى ابتسم وضحك بصوت جميل ومع كل ضحكة ينظر لأمه وكأنه يطلب منها أن تشاركه الضحك ثم سألت السيدة أمه عن مرضه فقالت لها للأسف هناك بعض المشاكل في قلبه ويحتاج إلى عملية بأسرع وقت وإلا مات بعد أشهر كما أخبرني أكثر من طبيب ونحن للأسف فقراء ولا نمتلك ثمن العملية ونحاول معالجته بالأدوية حتى يأذن الله إما بالشفاء أو الموت حزنت السيدة كثيرا وبعد تفكير قليل قالت لوالدة الطفل لا داعي للذهاب إلى المعهد الآن هيا بنا إلى الطبيب المعالج وسأتكفل بثمن العملية مهما كان وإن شاء الله سيعيش طفلك الجميل ويلعب مع أخته وأصحابه لم تصدق الأم ما سمعته وحاولت تقبيل رأس السيدة عرفانا لها بالشكر ولكن السيدة منعتها وقالت لها الحمد لله وحده الذي بفضله جعلني ألتقي بك وأغير طريقي وبالفعل ذهبت السيدة مع والدة الطفل إلى الطبيب المختص ودفعت له تكاليف العملية وأخبرها أنه سيجريها للطفل صباح الغد عادت السيدة والأم وطفلها إلى السيارة وقام الإبن بتوصيل الأم وطفلها للبيت ثم عاد بأمه لبيتهم وأثناء الطريق قال الإبن لأمه ما أعظمك من أم لقد ضحيت بالحج من أجل طفل لا تعرفينه ونسيت أنك وعدت أختي التي لم تنجب منذ خمس سنوات أنك ستبتهلين بالدعاء لها أثناء الحج بأن يرزقها الله بالإنجاب ابتسمت السيدة وقالت لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا وأنا لم أنس أختك فقد دعوت الله قبل أن نذهب بالطفل إلى الطبيب وإن شاء الله سيتقبل الله دعائي أجريت العملية للطفل ونجحت بفضل الله وبعد شهر واحد علمت الأم من ابنتها أن الله رزقها بالحمل فحمدت الله القادر والمدبرة لكل الأمور ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في منتصف شهر رمضان خرجت سيدة وأم صالحة تبلغ من العمر ثلاثين عاما للشراء ملابس العيد لطفلها وكان قلبها مقبوضا بعض الشيء دخلت أحد المجمعات وكان يجلس عند البوابة الرئيسية رجل مسن يبدو عليه الفقر والجوع ويستجد الناس والدموع في عينيه فنظرت إليه تلك السيدة نظرة عطف قالت في نفسها بإذن الله إن خرجت ووجدته سأعطيه من فضل الله علي لأن الآن لا أحمل نقودا وسأسحب مبلغا مناسبا من داخل المجمع بالفيزا التي معي اشترت السيدة ما يلزمها وخرجت في استعجال من أمرها لأن قلبها كان مقبوضا ولا تعلم ما سيحدث لها وكانت صورة طفلها لا تفارقها لذلك كانت تستشعر أن خطرا ما سيحيق بها لذا صممت أن تنفق على هذا المسن وكانت قد التقت بأختها داخل المجمع على موعد بينهما وحاولت أختها أن تهدئ من خوفها وانقباض قلبها لأنها تعلم أن أختها والدة الطفل تمتلك حاسة سادسة غريبة بعض الشيء وأثناء خروج السيدة مسرعة نسيت أمر الرجل المسن ولكن تذكرته قبل أن تتحرك السيارة فنزلت من السيارة وهي ترى الدهشة في عين أختها ورجعت مسرعة نحو المجمع ورأت الرجل لا زال على وضعه وينظر إليها بغرابة فتقدمت نحوه وابتسمت له وأعطته مبلغا كبيرا ثم انصرفت عنه بعد أن سمعته وهو يدعو لها بالخير عادت السيدة إلى سيارتها وهي تشاهد أختها تبتسم وتريد أن تعرف منها أين ذهبت ولكنها لم تخبرها بشيء وعند وصولها إلى المنزل رأت طفلها يلعب مع أبناء عمها فدق قلبها بشكل مخيف ولا تعلم لما خافت عليه وعندما رأاها طفلها وهي تنزل من سيارتها جاء يركض نحوها دون أن ينتبه للسيارة القادمة فصرقت بأعلى صوتها وهي تراه يصدم وتلقيه السيارة عاليا كالريشة ويسقط فوقها ومن ثم يقع على الأرض توقفت السيارة فجأة وأصيب الذي يقودها بخوف شديد وما هي إلا ثوان معدودات وقد رأت طفلها يقف باكيا ويجري نحوها ليرتمي بأحضانها دون أن يصاب ولو حتى بخش صغير الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون تفحصت السيدة طفلها بشكل سريع على الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقد رأت مدى تيسير أمورها وقضاء حوائجها بالصلاة عليها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر